مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامجكم طاق فنان طيف ليغان طاقي واليوم فنان مغربي تتعرف بأغاني كيرا ضدها الصغير الكبير البداية كانت مع الإخوان ديالو في إطار مجموعة ومن بعد صمت رق ديالو بوحده وتمكن من تحقيق نجاحات جد مميزة طيف طاق فنان لهذا الأسبوع خليكم تعرفوا لي السلام عليكم معكم محمد وشناق تابعوني على كاب فانت كات في برنامج طاق فنان مع الأخ وسموه حميد بوشنق مرحبا بك ولي أول مرة على قناة كاب فانت كات تيفي ومرحبا بك أيضاً في برنامج طاق فنان الله يبارك فيك وشكراً على الاستضافة وكان حيير جمهور ديال كاب فانت كات من هاد المنبر حميد من بعد هي هي غبرتي وما بنتي حتى تأهل منتخب المونديال وظهرتين بعدها بأغنيات آلي آلي فين كنتي؟ كنت أغابر في الميدان الفني ما كنت أغابر في شي ميدان أحد أخر لأن الميدان الفني واسع وشاسع غلي بغي ديقو واللي بغي ديقو يعني عادي عنده كي غي كي يغني كنت أغابر في حميد بوشنق حميد بوشنق كان طيفل وغنى وكتب ولحن ودال موسيقى تصورية الأثلام وموسيقى تصورية المصرحيات مهم اللي بغيت نقول لك هو مشي غياب لأن حميد بوشنق يشوف كي يشوف الميدان الفني كأنه طريق واسع ومعندي علاش عادي نضيقها فاهمني حميد مني بغي يخدم شي حاجة ديالو رعادي يخدمها وحميد مادرشق قالي قالي لأنه كان نروع جوع ديالي بأغنية اللي اسمتها إفريقيا ماما أفريكا ومن بعد درت هيا هي اللي الأغنية ديال إخوان بوشنق اللي عاوت لها ومتاخب الوطني فاش كان يوجد يعني اللاكوب ديوموند فتعني جاتني ذيك الرغبة باش نتانا نكون بحالهم وندير ذيك الأغنية ربحوا كنت فرحان فاش ربحوا لأن تل أغنية ولا تبانت وهذا ما يدلش على أن حميد ما عادش يجيب الجديد الزمارة عامرة الحمد لله في خيدام كثرة الفناني الشباب المتواجدين في الساحة الفنية حاليا واش كتشوف بلاستك بخاكينا مدم كالجمهور اللي يحبك أنا كمتواجد آلي آلي فوقتاش هدي باش خرجت أنا نسوي لك مش بزاف هذا كيدل على الوجود ديال فنة ما درتش أنا الأغنية ديال آلي آلي درتها غيباش نبان نو أنا درت كم نقوله ديال آلي آلي ديال اغنية تهيئ عاشت عشرين عام بحالها بحال المنتخب الوطني اللي عشرين عام مش فناش مش فناش شي 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 انتصار اللي يفرح المغربة في المغرب وخارج المغرب فالفنان كذلك تانا بنسباليا لو كان كان المنتخب الوطني خسر أنا عادي كون خسرت في في الاختيار ديالي وشمت لا ما ندنش أنا ديما موجود في نقدر نكون في السينيما كما نقدر نكون في المصراح كما نقدر نكون في الأغنية كما نقدر ن لأن لأن أنا كان درتال إنتاج لبعض الفنانين والشباب ديال مهمة ديالي فأنا ثمانية وثلاثين عام ديال الكاريير نحن ما تعلمناش نحن كانت عندنا تربية تربية فنية في العائلة وما تعلمناش أننا نكون نكونوا آنانين تعلمنا أننا نقدر ندير شي عاجل ما نديره ليه ندير هالشي شاب ولا شي شابة ولي عادي نجح بها ولي عادي يبان بها فهذا فهذا هو دور ديال الفنان ليه فنان ما 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 أخيرا فشل لأننا كنت عيش في كنت عيش في بلاد المهجر وفجيت المغرب فيحب بعوية ع ultrasound بعوية عدًا بعوية عرض ما ما لذلك، كنت أعطى أن الفنان كانت طويلة أو قسارة، كانت بعض الفنانين الذين كانوا قسارة، ولكن أعطوهم الكثير من المدة. ونعود الفنانين الذين أعطوهم طويلة حياتهم، لأنهم أحد العطاء الأخرى، ولم يأخذ الجمهور. اسم بوشنق تتعرف كم جموعة التي كان لديها إشعة كبيرة داخل وخارج أرض الوطن، كيف يرى حميد اليوم بوحده استطاع يحافظ على هذه الإشعة؟ كان حميد ولكن ديما بوشنق كان. بوشنق هو الإسم العائلي، فهذه كانت مسؤولية عندي أن ذلك الراية البوشنق تبقى الفوق، ودليت على أن تجربة ديالي مع الإخوان ديالي، كانت تجربة هي بشغادي، لا تستطيع أن تهضر على حميد ولا تهضر على أخوان ديالي، ولا تستطيع أن أهضر على إخوان بوشنق ولا تستطيع أن أصدر على حميد، فأنا كانت مسؤولية أنني نقارضي هذا الإعلام في العلالي لأنني نقارضيه تابنسبة للبوبليك عندما كانت تلقى للبوبليك الذي يجيب لي ولده عنده ست سنين سبع سنين يقول لي حماق الأغنية ديالك فأنا نرى الوالدين الذين كانوا يتبعون الإخوان بوشناق كانوا يتبعون الإخوان بوشناق لأنهم كانوا يتبعون الإخوان بوشناق لذلك الحمد لله لذلك الحب من الناس لذلك يجعلك يعطيك واحد الإنيرجية واحد القوة إيجابية ماذا أنت؟ لن تغني شيئا من جموات البوشناق نعم نغني وجنوني لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بكتي يا عيني يا شحال مطريق مشيت على رجلي يا وشحالي بكتي بكتي يا عيني يا جنوني حمقوني هبلوني تبارك الله عليك الله يباركو غنيت بزاف ديال الآغاني في حال الموسم أفريكا ماما أفريكا قولي علاش بنادم ولا إحا طويلة شنو العمل اللي خلا بص ما فما صارت حاميد بوشنق ما قلش نجاوك لها السؤال لأن قال أغاني ولادي نبغيهم كلهم إلا شريت الشي واحد قسني قا نشري لهم فبنسبة الأغاني يعني بعض المرات بعض المرات كتدير واحد الألبوم فيها عشرة ديالأغاني وكيكون عندك حلفية كلب اللي هاد الأغنية هي اللي عادة تمشى فكيجي الجمهور كيقلب القاعد الفكرة كيقولك اللي هادي هي اللي عجبتني وشمت؟ يوضنك ما هاد القاعدة هاد اللي كنت لك عليها كتشوف باللي باللي انت وخاف النان وكتلحن والأغاني قا يعجبوك كيكون الجمهور كيجبدلك وحدا بدوك العشرة ديالأغاني كيقولك اللي أنا هادي هي اللي عجبتني دوك شنو تاديك الأغنية اللي عجبها اللي الجمهور عجباته تقدرانا تكون ما تكونش عندي فوحد المرتابة ولا كي الجمهور هو لي كي يحكم حميد كيف كتشوف مستقبض الأغنية المغربية اليوم مع تواجد العديد من الوجوه الشابة لكتحاول اليوم تثبت الوجود ديالأغاني الميدة الفنية افنجatherال في المغرب ريه طائح طائح مطناشل قاتلا حان ريه طائح ريه ريه تقرة إختنيع تقوح الميدة الفنية افنجatherال في المغرب، تعالوا اسمية تعبات ما تتبت؟ رأى كنت تهلت فاش قد يتبتوا الحاجة اللي تتبت فيها اللي تقدر تقلس عشرين عام عشر سنين ثلاثين عام كان بعض الأغاني اللي دروا واحد لبصمة وقلسوا سينين وسينين هني جبت لك عطتكي اعجزامبل ولكن انت غنيت والغنية رأى كبيرة عليها وكبيرة عليك فاش قد يتبتوا رأسهم حتى واحد ما تبت رأسه بالعكس إلا بغوا يتبتوا رأسهم هي يشوفوا من الفنان عام 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 يشوفوا يشوفوا هذا السيوكسي الجمهور شنو يعجبوا في هذا السيوكسي واش عجبوه الكلمات واش عجبوه اللحن واش عجبوه يعني ما كانتشي دراسة ديال يقول والبنادم يقول ولا الفنان انجيرال يقول اه علش درت السيوكسي كاللي كان ناعس وحالها كافة قلقها السيوكسي رأى صعيبة انتمنى انه يشوفوا ويجي سيوكسي على العلاج الريزو السيوكسي وليدنات النشرات وكتابة وهادي 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 وش مبعد عدي تقدر تشد عشرين عام عدي تقدر تشد خمسة و عشرين عدي تقدر تشد ثلاثين عام ديال الكارير ديالك فهذا هو اللو ترك يعني أنا بالنسبة لي الفن المغريبي هادي هي الفن المغريبي يعني في الفن الموسيقي خس يكون تاباتي خس يكون كالقوا بعض الفنان اللي ما ما عندهم مشتا ما عندهم مشتا لكارت ديال دروة دوتر بار اكزامبل كفاهمني يعني غي كي غني وغي هكا غي غني وغني 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 علش احنا عدنا عدنا سيئة سيئة ولكن ما عدناش ما عندناش واحد صيناعة موسيقية اكوطي اللي باش انا عدين سمع السينجل دير شي واحد و عدين مشي لأي سنتر كوميرسيال عدين نشيري ذاك السينجل نشيريها ب 10 دراهم نشيريها ب 15 دراهم نشيريها ب 15 دراهم ما كانش يعني عدنا احنا نخوع للاخوة في الفن عدنا نخوع للاخوة اه درت واحد السينجل وش السينجل عندك فين تبيعوه ولا الناس عادي يمشوا اليوتيوب عادي يشوفوا في اليوتيوب نظرك اي اوخها قاعد الفنان اوخها قاعد تكون واحد المراقبة على يعني قبل الاغاني ما تخرج الوجود تقدر تكون واحد المراقبة هلا كانت هذي ش حدث وهذا البيرو كان في العمالة في La Provence كانوا واحد البيرو دي المراقبة دي الكلمات الفنان قبل ما يجي كيقراولوا اللي تاكس ديالو وشوفوا الكنتونيو ديال ذاك العمل الفني اللي عادي يديرو إلي كان شي حاجة ما ما مناسبةش ما كانش دوك دابا وخا قاعد يديرو هات القادية هذي الانسان عادي يجبد الاغنية ديالو عادي يديرها في يوتيوب وب Access était يجب العمل بإستخدام يدى بإمكان بإمكان بالعلوم كنا نرى الكثير من الحوائج التي لم يكن في هذه الحالة كنا نرى القول الكاسد للأخوان بوشنق في الجبل ماذا كان يصل على الجبل؟ وقسم بالله إلا كنا نرى القول الكاسد في الجبل في أي بلاسة كان نرى القول لماذا؟ لأنه عندما نرى قول جمهور كانت عالقة مع التليفزيون الناس كانوا يشاهدون شاك سامدي كانوا يشاهدون الإخوان بوشنق هذك الوقت ما كان للا رزو سوسو ولا تشعاجة ورغم ذلك أنا كان قول مذيك الوقت اللي هنا وكان كانوا الإخوان بوشنق وكان كان يوتيوب وكان هذك هذك الكونتر ديالي فيك وكان راها ولا يعني كان فاتلي مليار وهذك ولا زيرو فيك رك فاهمني يعني الكونتر فأنا بنسبة لي ما بنسبة لي ما شي معيار حميد نخرج وفاصل ونرجع معك في فقر الطاق ونشر 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 وها هادوه وكذوك الأولاد هادوه أرجعنا لكم مشاهدينا حميد إلا تقينك مع الشابة ماريا أختي وصديقتي وعزيز عليها إلا تقينك مع المرحوم محمد بوشنق الله رحمه وستعليه إلا تقينك مع الحجة الحمدوية ماما وماماهم إلا تقينك مع المنتخب الوطني ماماهم ماماهم إلا تقينك مع وجدة 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 هي أنا وأنا هي وجدة أنا هو وجدة هاهاهو الجمهور هذه دائما نصدر منك الجديد شنو موجدنا حميد؟ موجد ناود ماجهو موجود convictions اسنجل نخرج في السوداء عندنا مإلتاد الالبوم ديالي حتى نكمله مشاهدينا نخرجوا فاصل ونرجع معكم ومع الفنان حميد بوشنق فقرة لو خيرناك رجعنا لكم مشاهدينا حميد إذا خيرناك بين الكاس حلو وعمري نختار عمري إذا خيرناك بين حميد بوشنق والإخوان بوشنق إخوان بوشنق إلا خيرناك بين مهرجاً موازين ومهرجاً الرايب وجدة ما عنديش فرق ما بين موازين ولكن وحد الحاجة اللي أنا كنفكر فيها نقدر ندير الموازين هادي العام وإلا عيطه العام الجاية ما نعليش نقبل وإلا عيطه لثلاثة ديال المرات يعني ثلاث سنين كل الاختراء ما عنديش نمشي وخي يكون فيها الفلوس ما عنديش نمشي باش عدي تحسب عليا الثلاثة ديال المرات فيستيفال ما عندي هاتشي درتو ثلاثة ديال المرات ومبعد لانا جو برافار ندير من مهرجا ندير إيديسة وحدة وندير لزوتر فستيفال باش يكون عندك واحد المشوار فني يكون عندك ريش غاني نقدر نسبق موازين لإنها موازين يفوت قبل لبقى ديال وجدة ومرا عمش ندير ديال وجدة إلا خيرناك بين الفنانة أسماء المنور والفنانة دنيا بطمة صوتا نتعجبني أسماء المنور شكرا نحمد على الحضور ديالك لبرنامج تاكفنان وتبارك الله عليك الله يبارك فيك كلمة آخرى لجمهور ديالك كان وجهة لجمهور ديالك نقول لهم تفرجوا 24 ساعة على 24 ساعة شكرا لكم أيضا مشاهدينا محبي برنامج تاكفنان موعدنا في حلقة مقبلة إن شاء الله مع ضيف جديد وما تنسوش ديما تاكفنان جاوا من كل مدينة جابوا لحدا وجاوا وبغوا يفرحوا وهيالولاد جاوا من كل دوار بطبل والنفار جابوا لقعدا والطبل بشي الشاطح وانتو ما بعدو يا لولاد يا وهدو لبنات وجاهيات جاوا للموسم بغوا ينججو جاوا للموسم بغوا ينجطو ها دوك دوك لولاد ها دوك دوك لبنات